هلأ رح ننتقل لمحطتنا التالية مع فريق مشروع مدى الثقافي أحد المشاركين بمعرض دمشق الدولي بدورته التاسعة والخمسين تحت عنوان مدانة محبة بمجموعة من اللوحات الفنية والمنهودات والأشغال اليدوية ولوحات تصوير ضوئي في وقته ولنحكي عنها المشاركة أكيد سرنا الرحب اليوم مع دكتور سامر زكريا عضو في الفريق صباح الخير دكتور سامر وأهلا وسهلا فيه أخباري سوريا أهلا صباحك دكتور دكتور سامر خلينا نحكي عن مشروع مدى الثقافي شو هو نعرف الناس عنه أكتر وأي ما تأبصر النور مشروع مدى الثقافي هو مشروع الشبابي التطوعي ثقافي فني برعى جميع الأنواع الإبداعات والمبادرات الفنية والثقافية مثل القصة القصيرة الشعر النسر اللوحات الرسم التصوير الضوئي الجولات السياحية على المناطق السورية معينة الحفلات الموسيقية يعني أي موهدة شبابية التطوعية برعاها فاريخ مدى الثقافيا ويهتم فيها علاميا هي وظيفته ونشأ السنين الماضي بلشنا أسسنا كنا حوالي 100 عضو تقريبا مؤسس هلأ صار فيه مئات الأعضاء فاريخ مدى بكل المحافظات السورية يعني فيه إدارة بحمص إدارة رئيسية وفيه إدارة بدمشك وباللادية وفيه إدارة بكل أنحاء سوريا وفيه إدارة من خارج خطر يدعمونا يعني بكل الأشكال يعني نعم خلينا دكتور نتعرف مع حضرتك عن مشاركتكم بمعرض المشخد دولي بدورة 59 وخلينا نحكي يمكن بقسم الأشغال اليدوية ما كنتم مشاركين نعم أول شيء معرض المشخد دولي بدورة 59 كان معرض يعني استثنائي بكل المقاييس بخامة يعني يعرفها بس اللي شافة اللي يجعل معرض بشافة ليش الأقبال ما شاء الله مئات الألوف يوميا عم تزور معرض وهي كانت فرصة كثيرة كثيرة لفاريخ مدى ونقلة نوعية يعني بحياته كلها نقدر شارك بمعرض المشخد دولي بجناح يعني يعني عرضنا فيه كل مبدع من فاريخ مدى عم بسوف بعض المختطفات من الجناح على الشاشة أي تماما كل مبدع من فاريخ مدى شارف اللي بيقدر عليه مثلا اللي بيرسم الشارك بلوشته اللي بيعمل لمنحوث يدوي شارف بمنحوثه تبعه للتصوير الضوئي اللي كل شي نشر كتاب عرضنا كل منشورات فاريخ مدى أو أعضاؤه بدور نشر متنوعة مختلفة عرضناها بالجناخ كمان وحتى الناس تشوفها وتعرف شو عم نشتغل يعني بالفاريخ يمكن خلال كل ظروف الحرب أو سبع سنين من حرب الحالة الثقافية ما توقفت لحظة في سوريا ومشروع كون كان وليد هاي الحرب خليل نحكي قدش يمكن المشروع الثقافي بينقض الصورة الحقيقية للواقع اليوم في البلد هو بكتسب أهمية مضاعفة فترات الحرب يعني نحن هلأ الحرب لأنه حرب بسلاح والحرب كمان بالفكر والثقافي والفن بصمود هالشعب يعني ويثبت إنه هو شعب حي يعني ما بيموت فأي إبداع منه بيثبت مجدداً إلنا و لنفسنا و للعالم إنه نحن ما بتأثير علينا الحرب يعني و بالعكس بوجهه الآخر بتزيد من مدرات يمكن النشاطات الثقافية زادت لما تتوقف بالعكس زادت ضمن الحرب في سوريا يعني فعلاً اللي بيعمل الإحصائية و يشوف إنه مو بس يعني ضلت مستمرة و إنما فعلاً ضعفت نحن لأنه عم نسلط الضوء عليها و عم نواكبة بشكل مستمر عم لاقي في زيادة بشكل كبير تماماً فعلاً يعني المعارض اللوحات الأمسيات كل الفعاليات زادت فعلاً بفترة الحرب يعني متل كأنه نفسياً الواحد يثبت لنفسه أنه لا أنا ما أنا بأسرع لي الحرب أنا بالعكس يعني أنا ما زلت حياً وهالمعارض أكبر إثبات يعني صحيح طب كل حدا عنده شيء أو عنده موهبة أو عنده يمكن حبلة يمكن الرسم أو أي نوع من الفن وحب لألكون كيف فيه ينضم بكل بساطة كيف ينضم شو هي الشروط ما في أي شروط هكبر أبداً نحن بس نحن يعني عملنا كله تطوعي ما في أي فائدة يعني لا مادية ولا مدانة محبة يعني شعارنا معناته أنه بيجمعنا بس المحبة فقط وحب الشي اللي عم نعمله بس الجود التشاركي الموجود بالفريق هو اللي يعني يخلي الواحد يحب أنه يكون موجود فأي حدا بيحب يفوت على الفريق في إلنا صفحة مدى على فيس بوك موجودة مثلا بيقدار ينضم إلنا أو بالاتصال معنا على مباشر أو على صفحاتنا ويدفع الشراق بسيط جداً هو بيمويل بسيط للفعاليات اللي عم نعملها يعني ويبارة عن ألفين ليرة سوري كل ثلاثة شهر يعني فقط لا غير يعني ونحنا من آمن أنه كل إنسان في عنده موهبة بيقدار يعطيها مهما ممكان هالإنسان يا بيقدار يكتوب يا بيرسوم يا بينظيم يا بيعزيف يا بيعمل شيء يعني أي إنسان نقدر نرعى نحن موهبته وبيعمله مع المجموعة تنمو هالموهبة وبتزيد بيقدر يلاقي أفق يعني لهالموهبة معنا يمكن ما في أفق لطموحكم لما نقول مدى ثقافي يمكن ما في أفق محددة هذا الحلو بالمشروع خلينا نحكي إقبال الناس على الجناح كيف كان تفاعل الناس مع هيدا الجناح كيف يمكن شافوا المشروع يمكن لما أنت تقوم على مشروع نظرة الناس تكون مختلفة كيف كان هناك تفاعلية؟ نحنا أول شيء المعرض يعني كان متمألنا شوي نادر يعني بعدد الناس اللي أقبلت عليه وناس متعطف شيء من سبع سنين للمعرض فهذا أدى إلى أنه الاهتمام بالمعروضات تبعاتنا كان حوء المتوقع كل الناس تجيوا تشوف شو عمي شغال وكان نحنا الجناح نضمن جناح المهن اليدوية فكل الناس تجي تفرج على الكتوب تشوف اللوحات وتشارك وتسأل عن إمكانية الانضمام يعني للفريق وتهتم باللوحات الموجودة ومعروضة وكانت أيام عظيمة يعني لا تنسى نحن نسبة إلنا كثير كانت حلوة وبدي كمان أقول إنه الإعلام السوري فعلاً مو بس بالمعرض بكل فعالياتنا ما وقف يعني وقف معنا دائماً ما تركنا ولا مرة يعني الفضائية السورية الأخبارية دراما شام اف ايم سوريانا كلهم هدول دائماً كانوا معنا بكل فعاليات نعم فهذه كثير قدت يعني شجعتنا كثيراً أكيداً إحنا بدنا نتمنى لكم التوفيق وبدنا نتمنى لكم يمكن مزيد من يزيد عددكم أكتر وأكتر ونشوفكم المشاركين من بعد معرض المسخ الدولي بمعارض وبفعاليات أخرى أو تانية أكيد إن شاء الله إن شاء الله إن شاء الله شكراً لكم نشكرك الدكتور سامر زكريا على وجودك معنا نتمنى لكم التوفيق والتوفيق لجميع أعضاء المشروع وهي الفرحة اللي عم نشوفها بعيونك إن شاء الله يا رب على طول تكون موجودة شكراً كثير لك شكراً كثير لك شكراً لكم